موسيقى السلام عليكم ذكرت صحيفة واشنطن بوستر الأمريكية نوازير الدفاع الأمريكي جيم مايتس طلب البيت الأبيض برفع القيود المفروضة على دعم الجيش الأمريكي لدول الخليج المشاركة في معركة استعادة الشرعية في اليمن الصحيفة نقلت عن الوزيران الموافقة على رفع القيود التي فرضت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ستكون أيضا بمثابة إشارة واضحة على نية واشنطن في التحرك بقوة أكبر ضد إيران وأدرعها في المنطقة مشاهدين في حلقة الليلة من زوايا الحدث سنتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين مدى تأثير هذا الطلب على معارك استعادة الشرعية في اليمن وهل تأتي المقاربة الأمريكية بجديد فيما يخص تحركات نحو تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة إذن مشاهدين في الوقت الذي تخطو فيه واشنطن خطوات عديدة نحو تدعيم وجودها فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب في اليمن تتحرك أيضا في المقابل للتقليص من تهديد الملاحة الدولية وضمان عدم وجود أي دور لإيران وهو ما بدى واضحا في مضمون المذكرة التي رفعها وزير الدفاع الأمريكي إلى البيت الأبيض مطالبا فيها بتقديم دعم لعمليات التحالف العربي في اليمن ولافتا إلى سير معارك الساحل الغربي وميناء الحديدة وفيما يبدو أنه موقف جديد للإدارة الأمريكية للتحرك في جانبين الأول مكافحة الإرهاب والثاني دعم عمليات التحالف في اليمن ويتوقع مراقبون أن الدعم الأمريكي المقترح قد يسمح لواشنطن بالمشاركة أيضا في العمليات التي أعلنتها دول التحالف للسعادة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين مشاهدينا سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا فيما يبدو أنه عودة لدعم الحلفاء الخليجيين وردم جزء من الفجوات التي ظهرت في عهد الإدارة الأمريكية السابقة طالب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس البيت الأبيض برفع القيود المفروضة على الجيش الأمريكي فيما يخص دعم دول الخليج لتنفيذ عملياتها العسكرية في اليمن مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدت عزم الإدارة التعامل مع الملف اليمني هذه المرة بحزم أكثر باعتبار أن الصراع في اليمن بالإمكان تجاوزه مقارنة مع تعقيدات الملفات الأخرى في المنطقة العربية وبعد دعم أمريكي بدى محدودا لعمليات التحالف العربي منذ انطلاقها أشار جيم ماتيس هذه المرة إلى عمليات استعادة ميناء الحديدة التي من شأنها بحسب تعبيره المساعدة على التصدي لتهديد مشترك في المنطقة يأتي هذا الطلب في ظل الحديث عن تقديم مساعدات أمريكية محتملة تشمل دعما لوجستيا ومخابراتيا وسط تزايد الدلائل على إرسال إيران أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين لجماعة الحوثي وهذا ما تعتبره إدارة ترامب تهديدا لأمن الملاحة في المياه الدولية وتمددا للنفوذ الإيراني التحركات الأمريكية كما تبدو في الخبر الذي بثته صحيفة الواشنطن بوست جاءت استجابة لطلب تقدمت به دولة الإمارات لدعم عملياتها العسكرية المزمع القيام بها في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي وهو ما يعزز من احتمالية إطلاق عمليات عسكرية كبيرة فيما تبقى من أجزاء في الساحل الغربي المقاربة الأمريكية الجديدة بحسب السفير اليمني بن مبارك تختلف كليا عن مبادرة وزير الخارجية جون كيري والتي فشلت قبل أن تبدأ لعدم استنادها بحسب تعبيره على أسس صحيحة الموافقة على طلب وزير الدفاع الأمريكي ستشمل تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية كما يقول مراقبون كون النشاط الأمريكي في اليمن سيشمل عمليات مكافحة إرهاب تنظيم القاعدة إلى جانب دعم دول الخريج في التقليص من نفوذ إيران وأذرعها في المنطقة نبدأ نقاش مشاهدين وينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح دكتور مساء الخير علي مساء النور دكتور بداية كيف تقرأ طلب وزير الدفاع الأمريكي في رفع القيود عن الجيش الأمريكي فيما يخص دعم العمليات العسكرية لقوات التحالف العربي في اليمن هو في الواقع هذه المسألة تفاعلت بالأسابيع الأخيرة يعني فيما يخص نظرة الأمريكيين للصراع في اليمن يبدو مع قدوم إدارة ترامب أن الأجندة تغيرت والرؤى الأفكار المطروحة على طاولة البيت الأبيض كذلك تغيرت زيارات مسؤولين خليجيين آخرها ربما كانت زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى واشنطن لقائه بدونالد ترامب وكذلك لقاء وزير الخارجية السعودي كذلك بعرض من المسؤولين الأمريكيين هناك زيارات ماراتونية أيضا الاتماع الربعية بحضور أمان كذلك التي تم في لندن كل ذلك ربما أنضج أفكارا جديدة في المقاربة التي يريدها التحالف للحرب في اليمن الحديدة عندما ضرب في الهجوم الذي شن على قارب للاجئين الصوماليين والذي لم يعلن طرف عن مسؤوليتي عنه ولم توجه صادر اتهام بشكل واضح لطرق من الأطراق طالب التحالف العربي على خلفية ذلك الهجوم في وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي رفضت الأمم المتحدة في تصوري أن التحالف عندما وضع ذلك الطلب كان يعلم بأن الأمم المتحدة سوف ترفض نظرا للطرف المعقدة والأمنيا وعسكريا في الميناء وبالتالي تكون الحطوة القادمة أن يوضع التحالف تحت إدارة الحكومة اليمنية ما يعني تمهيد الطريق لهجوم على الميناء والسدادة والواقع على الميدانة شغل ذلك اليوم معارف عنيفة تشهدها شمال مديرية المخة بالقرب من حدود محافظة الفديدة إذن ربما المؤشرات تشير إلى أن القطوة القادمة استعارة ميناء الفديدة من أجل إحلاق نوع من الاختراق العسكري على الميدان لتمهيد الميدان السياسي لحلول سياسية لإخضاع الإنقلابيين لمائل التفاوضات تجبرهم على تمثيذ قرارات الأمم المتحدة لكن دكتور إذا ما تحدثنا عن القيود التي فرضت على الجيش الأمريكي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في أي سياق يمكن قراءة ذلك؟ طبعا الإدارة الرئيس أوباما تختلف كلية عن هذه الإدارة أوباما إدارة ديمقراطية تؤمن إلى حد ما شخصية أوباما نفسه أو نفسه تميل إلى الحلول السلمية وتميل إلى عدم التدخل والتورط الأمريكي في صراعات المنطقة ذلك أجج الصراع في سوريا وفي غيرها من المناطق وفي لمن كذلك دونالد ترامب يبدو أنه مختلف إلى حد ما يريد أن يبقي على حلفائه في الوقت الذي فرط أوباما في كثير من الحلفاء يريد أيضا أن يمثل العلاقات مع دول الخليج تحديدا وله نظرته المختلفة إذا إيران وهي عكس النظر التي كان يعمل بها أوباما أوباما كان خجع ادماج إيران في الأسرة الدولية ترامب يرى أنه مجهوس من ادماج إيران في الأسرة الدولية أوباما أيضا كان يرى في الاتفاق النوري نقص التحول تعريخي إدارة الرئيس ترامب ترى أنه كارثة ورئيس كونغرس اليوم يقول في تصليحات واضحة بأن الاتفاق النور الإيراني كان كارثة بمعنى الكلمة هو يطالب وضع الحرص الثوري الإيراني على الليحة الإرهاب ويسمي الجيش الإرهابي الإيراني هناك أفكار مختلفة في البيت الأبيض عما كان سائدا أيامه في أمان هذه تساعد على إمضاج أجواء سياسية وعسكرية وأمنية مختلفة في اليمن هناك أيضا نوع من ما يطبه الأمريكيون من التحالف العربي وهو الانخراط بشكل أكبر في الحرب على المنظمات الإرهابية في اليمن ويبدو أن هناك سوف يكون تعاون في هذا الجانب مقابل التعاونة فيما حص مكافحة الانقلاق دكتور اسمح لي أن أشرك معنا بالنقاش سينضم إلينا الآن من واشنطن السفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية دكتور أحمد عوض بن مبارك سعادة السفير مساء الخير نعم سعلا نوع لك وضعك الكريم أهلا بك سعادة السفير هل يمكن القول أن هناك توجها أمريكيا جديدا فيما يخص الأزمة اليمنية وما هي محددات هذا التوجه بسم الله الرحمن الرحيم سبق وأن قلنا أن هناك مقاربة أمريكية جديدة تجاه الصراع في اليمن وتجاه المنطقة إجمالا فيما يتعلق أولا بالعلاقة بإيران في طريقة التعاطي والتعامل مع مهددات الإرهاب الذي في اليمن التحليل الأمريكي الواضح أن سقاط الدولة من قبل هذه الجماعة وسيطرتها وشعاراتها الطائفية وفلت بيئة خصبا لإنشار تنظيمات متضرفة أخرى وفي إطار التعاطي في استراتيجية مكافحة الإرهاب يعتقدوا أن عودة الدولة وإنهاء الإنقلاب وإضعاف إيران في المنطقة بشكل كامل وعدم تمكينها من تشكيل أي تهديد استراتيجية على المنطقة أو العالم هي من المسلمات الجديدة في أجندة الإجارة الجديدة ما شمعناه رسميا من كل الدوائر المحتصة هنا سواء على مستوى أطراف نافذة في الكونغرس أو على مستوى البيت الأبيض أو حتى في الخارجية الأمريكية التي لم تكمل عناصرها القيادية كاملة بعد لكن لحد الآن كل الملامح تؤكد أن هناك مقاربة جديدة أن هناك توجه لدعم الكياد الشرعية بصورة أكبر ما مدى الاختلاف بين المقاربتين؟ أنتم تحدثتم سابقا عن مقاربة أمريكية جديدة في التعامل مع أمليشيات الحوثي هل يمكن تخليص طبيعة هذه المقاربة ومدى اختلافها مع المقاربة أو عن المقاربة السابقة؟ أنا أعتقد النقطة الجوهرية الأولى والتي أنتجت مالمي السنان من سياسات لدارة السابقة في المنطقة هو ما عبر عنه الرئيس أوباما فيما عرفت عقيدة أوباما التي تحدث فيها عن هذه المنطقة وأنها منطقة نفوذ طبيعية تتشارك فيه تحدث عن العالم العربي والإسلامي باعتباره سنة والشيعة تحدث عن نفوذ طبيعي لإيران في المنطقة تحدث أن المهددات الرئيسية التي تواجهها المنطقة ليس إيران ولكن أزى هذا الأمر إلى عوامل هيكرية داخلية في طبيعة الأمم في المنطقة كانت السياسة تميل أكثر إلى وأعتقد هذه كذلك جزء من النتائج المباشرة لتوقيع الأتفاقية النووية مع إيران أن هناك نفوذ طبيعي لإيران في هذه المحيط في هذه المنطقة يجب التفاهم معها في هذا الاتجاه وكان دائما ينظر للصراع في اليمن ليس كأنما هو صراع جذره يمني بدرجة رئيسية ولكن كأن ما يجب في اليمن هو صراع إيراني سعودي وهذه مقاربة خاطئة وتحليل خاطئ لذلك كل ما لمسنا من ما عرفت أفكار قدمت عبر المبعث الأممي أو غير ذلك أعتقد أنها كانت بدرجة رئيسية متأثرة بهذا التحليل نعم لكن سعادة السفير هل يعني تعزيز الدور الأمريكي في دعم عمليات التحالف العربي في اليمن إشارة إلى أن الموانع التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أزيلت تماما وبما يمكن أن يعجل من عمليات إسقاط الانقلاب في اليمن أنا أعتقد المراهنة في اليمن في الدرجة الرئيسية على الانقلاب هو مراهنة على داخلية على مدى صمود طوات المسلحة قدرتها على تحقيق انتصالات في الأرض الطرحيات التي يقدمها بناء الشعب اليمني هي المراهنة الرئيسية يعني بقية العوامل الخارجية عوامل مساعدة بالتأكيد لكن في السياسة لا يمكن أن تراهن كليا وأن تحسن هذا الأمر ليس هناك شك في أن ما نسمعه المناخ العام السائد في العاصمة واشنطن يعني منذ أن أتت هذه الإدارة هو مختلف كليا عما كنا نسمعه أثناء الإدارة السابقة في موضوع الصراع في اليمن تحديدا بما يتعلق بإيران وعلاقتها بالحوسيين لكن الآن هناك تأكيدة واضحة أنا أعتقد ما تم تداوله في الواشنطن بوست من مذكرة وزير الدفاع ماتس حول أن القضاء على الفوسيين هو قضاء على تهديد مشترك يعني مشابة التحالف أعتقد هذه رسالة واضحة تبين بوضوح أنا أعتقد أنه حتى كانت هناك جهود كبيرة على مستوى الكونجرس باعتبار الحرس السوري الإيراني منظمة إرهابية وكل منظمات التي تتبعه وكان هناك حديث حتى على الحوسيين أنا أعتقد أنه يعني الإشارات الخاطئة التي كانت دابة الميليشيا أن تستلمها وتقراها خطأ يعني في كل أحوال حتى في إضالة الإدارة السابقة لا يمكن أن يقول مطلقا أنه كان هناك دعم للحوسيين أو أنه كان هناك قبول للتعاطي مع المقلاب هذا الأمر لم يكن واردا بالمطلق لكن طريقة التعاطي مع كيفية حل المشكلة الإيمانية أعتقد أرسل رسالات خاطئة لهذه هو أيضا سعادة السفير إذا ما تم تطرق والحديث إلى عن التغير في السياسة الخارجية الأمريكية بعد رحيل وزير الخارجية جون كيري إلى أي مدى يمكن قراءة ذلك؟ أنا أهم الأولي نجيب أن لا نخفل أن أمريكا بلد مؤسسات وأن كثير من السياسات لا تقرر فقط بأشخاص ولكن هناك مؤسسات تحدد اتجاهات عامة يعني عادة ما يتم المضي في أي فعال أو أي مواقف يعني استرشادا بها وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني الأمر يتطلب عمل ليس على مستوى الأشخاص ولكن على مستوى السياسات التي تقرر كيف التعامل مع قضايا المنطقة بالتأكيد أن الوزير كيري في أيامه الأخيرة كان يضغط بقوة وكان يعتقد يعني بعد فشل يعني دولماسيا الأمريكية في ملفات كثيرة جدا أن أن في اليمن يمكن تحقيق نجاح من وجهة نظرهم وليس المهم كيف يتم هذا النجاح لكن كان هناك في شعي كبير جدا لتحقيق أي انتصار سياسي لذلك لاحظنا الاستعجال في الإعلان عن عن وصول الاتفاق بعد لقاء كيري في في مصقط في مصقط لكن نعتقد أنه يعني الأمور الآن أكثر أكثر وضوحا أكثر تفاهما فيما يتعلق بأن ما لم تعالج جذور المشكلة في اليمن التي أساسها هي مشكلة يمنية يمنية الأمر ليس متعلق فقط بإيقاف الحملة الجوية التي يخلدها التحالف الأمر بإنهاء الانقلاب بكافة مظاهره والعودة للعملية السياسية التي تم الانقلاب عليها من طرف حصل على الكثير من المكاسب قبل الانقلاب من خلال ما تغفرت له من فرص سياسية ولكن هو لم يستقلها كما يجب حجم الضرر الاجتماعي والسياسي الذي أحدثته هذه الميليشيات الطائفية يعني واتهتك في النسيق الاجتماعي يعني قضايا أنا أعتقد لم تحدث لم يعتادها اليمنيون من قرون نعم وضحت الصورة أشكرك سعادة السفير اليمني لدى الولايات المتحدة الأمريكية كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيفي الآخر الدكتور محمد جميح المحلل السياسي يعني دكتور إذا نظرنا إلى الموقف الأمريكي الأخير فيما يخص تحركات أو تحركه من جانبين الجانب الأول هو مكافحة الإرهاب والثاني تقليص نفوذ إيران في المنطقة كيف تقرأ ذلك هو الواقع الإدارة الجديدة من ضمن نقاط خلافها مع الإدارة السابقة أنها تضع الإرهاب في سلة واحدة هي تتعامل مع إيران على أساس أنها دعن كبير للإرهاب جاء ذلك على لسان عدد يعني كبير من مسؤولي الإدارة الحالية إيران تدعى من الحوتيين والحوتيون جماعة إرهابية قالها مستشار الأمن القوم الأمريكي اليوم الكونغرس الطالب رئيسه بضع الحرف الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية وفضع القوبات الثورية عليه ترامب ذاته شرح أكثر مرة بأن إيران تلعب بالنار وبأنها تدعم الإرهاب وتدعم الفورة في المنطقة هذا الإرهاب بشقه الشيعي إنجازت حديث طائفيا أمريكا تنظر له على أساس أنه لا يختلف كثيرا عن الإرهاب الآخر منظمات بالداعش وغير داعش من هذه المنظمات وهذا طبعا سيساعدنا كثيرا على أن ينظر الأعمال التي يقوم بها الحوثيون في البطل على أشاس أنها لا تختلف بل إنها أكثر ضررا على مستوى الأمن الوطني اليمني والأمن القوم العربي وعلى مستوى خطوط الملاحة البحرية والأمن الثوري هذه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون هي تصبب ذات الأعمال الإرهابية التي تقوم بها منظمات أخرى أقل شأنا وحجما من الإمكانات التي يمتلكها الحوثيون هذا سيساعد بالطبع التحالف العربي على المضي في صيغة أخرى للمقاربات الميدانية سيساعد كثيرا كذلك على رفع بعض القوانين على مبيعات الأسرح على التحالف سيساعد كذلك على رفع كثير من الضغط الدبلوماسي التي تعاني منه دول التحالف وتعاني منه أيضا الحكومة اليمنية من أجل القبول بحلول منتصف الطريقة التي تؤدي إلى تأجيل الحرب إلى مرحلة أخرى وتمكن الحوثيين أن يكونوا عنصرا سائلا في العملية السياسية والمعادلة العاخرية كذلك في البلد تفضل دكتور أكمل أظن الأجواء أنها مواتية بشكل كبير لكن يشترض أو يفترض أن تلتق في الحكومة اليمنية هذه الأجواء المغاتية دوليا لصالحها لأن الوقت ربما لا يكون في صالحها في كثير من الأحيان عليها أن تأخذ أن تلتقط الإشارة الأمريكية أن تلتقط إشارة الغربية بشكل عام والتحالف العربي معني بهذه الإشارات المرسلة هناك رغبة أمريكية جامحة بأن ينخرف التحالف العربي في الحرب على الإرهاب في اليمن في تنظيماته المختلفة وبالمقابل الأمريكيون وصلوا في تصوري حسب المؤشرات إلى طبقة معينة أننا نساعد أيضا في تخلاص الإيمان وتخريص من قبضة الإنسلابيين مع تفعيل دور أكثر الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب اليوم الجيش اليمني ألقى القبض على قيادة السبير حسب مسؤول محلي في محافظة حضرموت من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وهو يمن مراتيين في هذه المناطق مع الجانب الأمريكي أعتقد أن الأمور هي جيدة لصالح الحكومة والتحالق لكن عليهم أن لا يضعوا الوقت وعليهم أن يعرفوا كيف يلعبوا بالأوراق المناسبة في الوقت المتاشر لكن يا دكتور هل يمكننا القول أن السياسة الأمريكية ستشهد صرامة أكثر في التعامل مع أدرع إيران في المنطقة هذه المرة أم أن المشاد سيخضع من جديد لحسابات ملفات أو ملف إيران النموي نحن حتى هذه اللحظة لا يوجد سعل على الأرض لما يخص التشهد إذا إيران كل ما هو أو ما نتعامل أو ما نتعاطق معه في التحليل إشارات وتصريحات من هنا وهنا داخل إدارة والكونغرس في الولايات المتحدة نحن نأخذ هذه كمحل نأخذ هذه على أساس أنها صادر المسؤولين وأنهم يعونها ويهتسدونها ويعنونها وكذلك نرضى ذلك بما بالزيارات المتبادلة بين السعوديين والأمريكيين وبين العضاء آخرون أو آخرين بالتحالف العربي إلى الولايات المتحدة وإلى عواصم غربية أخرى المهم أن فجأة الأمور ربما تأخذ طابعا طابعا الأصلي والطابع الأصلي في البلاد هو أن هناك انقلاب أن هناك انقلاب حصل في البلد وهناك شرعية هذا الطابع كاد أن يتموه في ظل إدارة أوباما عندما لجأت هذه الإدارة بشكل أو بآخر إلى تمويه القضية وتعويمها بحيث تظهر الحكومة الشرعية كطرف من الأطراف مثلها مثل الانقلاب عندما بدأ يظهر مصطلح جديد فيما يخص الأزمة اليمنية ومصطلح الـ الأطراف المتصارعة دول تنميز إلى أننا إذا حكومة شرعية وإذا انقلاب عسكري قضى على هذه الحكومة وأخرجها خارج البلاد نعم إذن أشكرك جزيلا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك مشاهدين بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة ليلة من زوايا الحدث أشكر ضيوفي كان معي من واشنطن سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد عوض بن مبارك والشكر أيضا للكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح كان معنا من لندن ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة زميل محمد عبد المغني وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى نلتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة